قالت القوات الجوية الهندية اليوم الاثنين انها سرعت بارسال طائرات مقاتلة بعد تلقيها معلومات عن وجود تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة لشركة طيران ايرانية تمر عبر الاجواء الهندية وفي وقت لاحق افدت القوات الجوية الهندية في بيان بانها تلقت معلومات من طهران تفيد بتجاهل الامر ووصلت الرحلة طريقها وتتبعت المقاتلات الطائرة على مسافة امنة وعرض على الطائرة خيار الهبوط في مطارين بشمال غربي الهند وجاء في بيان القوات الجوية الهندية مع ذلك افاد الطيار بعدم رغبته في التوجه لأي من المطارين واظهر البيانات من موقع فلايت رادار 24 الخاص بعرض معلومات عن حركة الطائرات التجارية في الوقت الفعلي ان الرحلة التابعة لشركة ماهان ايروى التي اقلعت من طهران متوجهة الى مدينة قوانغيتشو الصينية حلقت مرات قليلة في دوائر فوق شمال الهند غربيا يديره قبل مواصلة تحليقها عبر البلاد الى ميانمار اف